اشتركوا في القناة بعدها كان من المقرر أن تحتضنها دولة غينيا كوناكري وللأسف الأشغال كانت بطئة في تلك الدولة والكاف سحب رخصات التنظيم منها وأعطى الترشيح وتقديم الترشيح لبلدان تريد أن تستضيفها أيضا شهدت الساحة الكروية صراع بين المغرب والزائر خصوصا بعد التدوينة التي طرحها الصحفي المثير للجدل حفيد الدراجي الذي تكهن بصدور قرار من الكاف بإعطاء تنظيم الانكان 2025 إلى المغرب بعد تسريب هذه المعلومة كان هناك رد فعل من المغرب وصوصا بتكديب هذه التكهنات ويعيش المغرب والزائر صراع قوي اقتصادي وسياسي وأيضا رياضي في الصراع على من سينظم كأس إفريقي 2025 وصوصا أن الجزائر قدمت ملف قوي بملاعب جديدة وكبيرة جدا كلا تحتاج إلى المغرب وقم إنه خصوصا عملت مغرب لا بدع الفعل انظم تحتاج إلى المغرب